آثارهم حسن ونفح غبارهم مسك وحسن فعالهم القابي تغمى الاختلافات الجوهرية في معتقاداتها بينما يختلف بعض المسلمين حول تفاصيل يفترض أنها ثانوية قامت ضجة عندما عين الأسقف الفرنسي لوفافر بضعة قساوسة كذا بدون الرجوع إلى البابا قامت ضجة لاستبعاده من الكنيسة إلى آخر ولكن قامت ضجة أخرى تقول لا لا نستبعد أحدا نريد أن نكسب آخرين بالعكس نريد أن نكسب آخرين نغوض الطرف نحاول التوعية ولكن لا يكفر بعضنا بعضا كما نفعله نحن دخل للصلاة كذا وكذا إلى آخر يقول الإمام يخطب وإذا يقرأ وإذا يتكلم وإذا يضحك وكذا إلى آخر يقول لأخي لماذا تسد اليدين ولماذا القبض ولماذا كذا نتناقش مثل هذه الجزئيات مع أن الركن هو الصلاة أدها كما تشيخي هؤلاء العلماء مجتهدون رأوا كما رأوا ولكن هناك سنة نبوية هناك أشياء مأثورة يقول مونساني يولوفيفر إذن لا بد ويقول هناك هناك دار للمسيح كما يقول هناك دار وهناك دارات كما يقولوا إخواننا في الشام يعني فيلات هناك دار دار كبير بيت وهناك دارات صغيرة في داخل هذا البيت طيب يمكن أن تختلف هذه الدارات في داخل البيت الكبير بعضها عن الأخرى في الشكل في بعض الجزئيات هذا ما يقوله البابا هناك دارات وهناك دار وهناك دارات هناك دارات وهناك دارات وهناك دارات وهناك دارات وهناك دارات وهناك دارات فلا بأس أن تكون هناك خلافات بين هذا المذهب أو ذلك في العبادات وخاصة في المسائل تعبودية خاصة التي لا تفسر بشراعي الواضح منطق الإسلام كله عقل وعقلانية كما يقال ولكن هناك مسائل تعبودية تعقذ كما هي فإذا كانت هناك اختلافات جزئية في هذه لا يكفر بعضنا بعضا لا نقول إن تلك المجموعة كلها لا تجهد الصلاة وراءها في ملتقية الفكر الإسلام والحمد لله الشيخ بيوض الإباضي صلى وراء الإمام موسى الصدر الشيعي وموسى الصدر الشيعي صلى وراء البيوض الإباضي إلى آخره إلى آخره حققنا هذا ولكن بغينا تحقق هذا خارج هذا الملتقى على مستوى العالم الإسلامي أن تدفن هذه الحزازات هذه الخساسات هذه الجزئيات هذه الصخافات التي تخرب لا نكون كأولاك كالذي يقول عليه المثل العربي القديم يبحث عن حطفه بظلفه أو كما تقول الكريم يخربون بيوتهم بعيدهم وإيد المؤمنين يخربون بيوتهم بعيدهم إذن نبغي أن يتغير هذا بطريقة جذرية وقد استرسل مولود قاسم نيت بالقاسم في شرح هذه النقطة في المقطع الموالي من المحاضرة آخذا على المسلمين تشتتهم ولاحظوا معي شرحه لكلمات نظنها عامية مبينا أنها عربية بليغة ودققوا في استعماله للمترادفات والتي لا يضاهيه فيها أحد جميع ابناء الأسرة وابنت الأسرة فهكذا يكون عندنا أيضاً إذا كانوا هم ما هم عليه من المنعة والحصانة المادية وما عاد من قطاع تطورهم كدولة كدول كمجتمعات وكسيطرتهم الآن على العلم انطلاقهم من علمنا وتراثنا طيب ومع ذلك نجدهم يحرصنا كل هذا الحرص فكيف بنا نحن الذين نحن مشتتون مفتتون موزعون مبزعون مبزعون كلمة عربية فصحة بزعون نظروا في لسان العرب لمن منظور بزعا كلمة عربية فصحة نقولها بزع يعني سائل منتثر في الأرض منتشرون منتثرون مندثرون لماذا هذا لماذا هذا التشاجر وهذا 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 التزاجر ينبغي أن يزول هذا إذن كذلك بفضل هذا الاجتماع بينكم أن يزول هذا التوزع وهذا التبزع كما قلنا أن يزول هذا التفرق والتخرق والتمرق التمرق هو انتثال أو انتشار شعر المرأة من المرض انتثاره وتذروه الريح هو هذا التمرق ليس من المرقع التمرق وتخرق نعم لماذا هذا التفرق وتخرق وتمرق لماذا هذا كله ينبغي وهذا ما والتناحر وتضاحر وهذا ما عبرانه سيد الوزير بالصراع المذهبي الطائف المزرق لماذا ينبغي أن نخرج من هذا ونعود ونخرج من هذا التنافر وهذا التحافر وهذا التشافر شفارات نتبادل الضربة بالشفارات وأعطى مثالا عن توجس الأوروبيين من المسلمين وتطبيقهم نظام الكيل بمكياليني مع تركيا المقالة تركي أريد ها قد جاء الأتراك يعني ها قد جاء سليمان القانوني من جديد ها قد جاء محمد الفاتح هذا ما يقولون لماذا؟ لأنه بمجرد ظهور الروح الدينية في اسطنبول يرون الخطأ توجسون خيفة ويرون الخطأ محدقا بهم يقولون هكذا كانوا يقولون في أوروبا زمان سواء كان عن الخلافة العثمانية وعن البحرية الجزائرية عندما كانوا يذهبوا خير الدين وغيره وأتبعوا فيما بعد وخلفائه البحر يقولون ها قد جاءوا ها قد جاءوا للتيرك أريف ها قد جاء الوباء يعني بهذا المعنى مجرد عودة إلى الدين تركيا مسكنا الآن في بلد متخلف في صراع هو بصدد تنمية على كل حال تحقيق تنمية وطلب الالتحاق بسوق الأوروبية المشتركة رفضوا له قالوا له أرمان أنه عضو في الحلف الأطلسي فقالوا لا حلف الأطلسي كجندي كمادة خام للحرب كجندي في الصف الأول مرحبا بك أما أنت الموانم واقتصادك فلا قالوا لأنك لست من أوروبا وأنك كذلك لست من نظراً لتصرفات المواطنين ونظراً لتقالدهم ونظراً لعاداتهم ونظراً لخلوقهم ودينهم لا يمكن أن ينسجموا مع المجموعة الأوروبية ولهذا لا يمكن دخولكم للسوق الأوروبية المشتركة ونفس الشيء فعله مع المغرب كذلك مع المغرب الأقصى عندما طلب هذا أيضاً قالوا بنفس الكلام هذا القانون يصر على احترام الانسجام والتماسك الاجتماعي داخل السوق الأوروبية المشتركة وده التماسك يقوم على وحدة تقاليد وحدة العادات وحدة الثقافة وحدة المعتقد هكذا الناس هكذا الناس بكل صراحة ووضوح ونوحيهم كذلك وفي حديثه عن دور العلماء والمثقفين في توعية المجتمع والحفاظ على اللغة خاصة ذكر مولود قاسم نيت بالقاسم رحمه الله التجربة الألمانية حيث رفض الألمان أن تحل اللغة الفرنسية محل الألمانية دور العلماء أعود إليه كان الفيلسوف الألماني الذي كان قسيساً قبل أن يكون أستاذ الفلسفة في جماعة بيرلين يوهان جوتليب فيكتا خصص كتاباً كاملاً فوندن فليكتن درغليرتن يعني من واجب عن واجب عن واجبات العلماء واجبات المثقفين واجبات العلماء هكذا واجبات العلماء هم أن يقودوا الأمة ويوعوها بلغتها هكذا بلغتها لماذا قال بلغتها لأن في ذلك الوقت كانت هناك موجة في ألمانيا بالنسبة لبعض من من دعو بإحلال الفرنسية محل الألمانية مثل عليهم على رأسهم جوتر وهيقل وآخرون هومبولت إلى آخره فقال فيه ما يقال عن دور العالم دور المثقف دور العالم قلرت عندهم نفهوم عام يشمل العالم في المثقف والفنان والعالم الديني والعالم الوضعي والعالم في سئر المجالات إن الكاتب يريد أن يفكر أصالة ويستمد أفكاره من جذور الحياة الروحية لشعبه أن يفكر أصالة للذين يعملون أصالة أن يحكمون البلاد ويسيرون تلك شؤون العامة وبهذه الطريقة يؤثر الكاتب والمفكر والعالم تأثيراً مباشراً في تسيير شؤون الدولة ولهذا فإنه لا يمكن لهذا العالم والكاتب المفكراً يكتب إلا باللغة التي يعمل بها المسؤولون عن تلك الشؤون العامة أي الحكام أي بلغة الحكومة أي بلغة شعب يكون حقيقة يكون حقيقة دولة مستقلة بهذه الطريقة يقول مصير الشعب مسؤولون عليه العلماء العلماء مسؤولون عليه مسؤولون عنه علماء مسؤولون عنه عن هذا المصير اللي يبقوا فقط في زاوية اختصاصهم وكذا ويقول هذا لا يعنيني هذا بعيد هذا أنا أستاذ كذا أستاذ المد أستاذ طيب أستاذ الهندسة أستاذ الشريعة أستاذ اللغة العربية أستاذ الفلسطة وكان لملود قاسم نايت بالقاسم وقفة مع المفكر جمال الدين الأفغاني والذي وصف الفرقة التي وصل إليها حال المسلمين في زمنه مؤكدا مرة أخرى على أهمية الدور العلماء في إحياء ضمير الأمة يقول كثرت بذلك المذاهب وتشعب الخلاف من بداية القرن الثالث من الهجرة إلى حد المسبق له مثيل في دين من الأديان طيب كانت هناك لديهم خلافة أيضا في الأديان الأخرى وهو الذي درسه عن كثب في فرنسا وتناقش فيها مع رونان وغير رونان ولكن مع ذلك هم الآن كما قلنا بصداد إصلاح وضعهم ثم انثلمت وحدة الخلافة في انقسمت إلى أقسام خلافة عباسية في بغداد خلافة فاطمية في القاهرة خلافة أموية في قرطبة وأطراف الأندلس تفرق بهذا كلمة الأمة وانشقت عصاها وانحطت رطبة الخلافة فيها إلى وظيفة الملك فسقطت هيبتها من النفوس وخرج الطلاب الملك والسلطان يدأبون إليه من وسائل القوة والشوكة إلى آخر إلى آخر ولا يرعون الجانب الكذا وكذا وكذا إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه الدعوة إلى وإن كان رشيد رضا يقول إن هذا ليس حديثا صحيحا العلماء ورثة الأنبياء كما يقول شكيبه الذي روى عنه هذا التأويل ولكن أغلب العلماء يؤكدون صحته وكان من الواجب على العلماء قيام بحق الوراثة التي شرفوا أو شرفوا بها على لسان الشارع أن ينهضوا لإحياء الرابطة الدينية ويتداركوا الاختلاف الذي وقع في الملك بتمكين الاتفاق الذي يدعو إليه الدين ويجعلوا معاقدة هذا الاتفاق في مساجدهم ومدارسهم إلا أن نأسف غاية الأسف إذا لم تتوجه خواطر العلماء من المسلمين إلى هذه الوسيلة وهي أقرب الوسائل وإن التفتت إليها في هذه الأيام طائفة من أرباب الغيرة ورجاءنا من ملوك المسلمين أن يعملوا برأي العلماء لكن إذا نتق العلماء إذا نتقوا ونفترق على كلمة بليغة قرأها مولود قاسم نايت بالقاسم رحمه الله حول دور العلماء وخطورة المسئولية الملقاة على عاتقهم والتي ختم بها عرضه المعنون وحدة الدين ووحدة الأمة في أمان الله وإلى الملتقى إن كان للعامة عذر في الغفلة عما أجاب الله عليهم فأي عذر يكون العلماء أي عذر وهم حفظة الشرع والراسقون في علومه لما لا يسعون في توحيد متفرق المسلمين لما ذا لا يسعون لما 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 لا يبذلون الجهد في جمعي شملهم لما لا يفرغون الوسع لإصلاح ما فسد من ذات بينهم لما لا يعتون على ما في الطاقة لطقية آمل المسلمين وتذكيرهم بوعود الله التي لا تخلف أو لا تخلف لمن صدق في طاعته ويقين به وتبشيرهم بهبوب روح الله على أرواحهم هذا سبق بجمال دين الأفغاني لا أظن أن لم يكن قد ترجمة في ذلك لم يكن قد ترجمة ولا حتى اللغة الأوروبية الأخرى إلى ترجمة فيما بعد فقط إذن فهذا من باب تلاقي الأفكار ومن باب إبداع جمال الدين الأفغاني في هذا المجال دور العلماء ويقصدوا بالعلماء ليس فقط علماء الدين طبعاً المثقفين عموماً ولكن خاصة علماء الدين علماء الدين الذين يؤدون الذين هم الحفظة الذين هم السعاة الدعاة الوعاة الروعات لحماية هذا الدين ولحماية وحدة الأمة وحدة الأمة حتى لا تسقط إلى دركته ليس درجة ولكن دركت الأميمات وتعود لقمة سائغة للمتشردين في الأرض للخاليط الذي جاء من سائر ينحاء العالم ويدرس الآن كما قلت بالأمس يدرس العلومة والرياضيات وتكنولوجيا وكذا وكذا إلى آخره باللغة العبرية ولكن باصطلاحات اللغة العربية من اللغة العربية التي نقول نحن عنها إنها عاجزة ولا تؤدي الغرض هذا فقط يكفي هذه فقط الأخيرة هذه نحو كلش خليه العلومة فقط وحدة ونقفز إلى الكلمة الأخيرة اللغة في صهيون في تلبيب اليوم في فلسطين المحتلة اللغة العربية تخدم العلوم والتكنولوجية والإلكترونيك والطيران وإبداع وكذا وكذا ونحن نقول إنها عاجزة هم يعملوا يستعملونها يستعملون سيفنا ضدنا ونحن نقول إن هذه السيف أصابها الرداء والصداء آثارهم حسنى ونفح غبارهم مسك وحسن فعالهم ألقابي اشتركوا في القناة